ينضم إلينا من الخرطوم مراسل غد طارق بابكر طارق تفاصيل أكثر عن أهم ما جاء بتصريحات البرهان حيث أنه حذر من الفوضى وأيضا طالب بنبذ الخلافات وماذا لاقت أيضا من ردود فعل صباح الخير وكل عام وأنتم بخير أصداء مليونية الثلاثين من شهر ديسمبر بعثت بأن يصدر مجلس السيادة الانتقالي استنكاره لما صاحب هذه المليونية من أحداث والتي سقط على إثرها عدد من القتل وعشرات الجرحة موجها الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية وإدانة كل من يثبت تورط في هذه الحادثة حتى لا تتكرر مشيرا إلى أن حق التظاهر السلمي كفلته ثورة ديسمبر المجيدة وعلى خلفية هذه الأصداء تواترت عدد من بيانات التنديد والمطالبة بالمحاكمات العاجلة وبالتدخل في هذه ما يسمونها بالمجزرة التي حدثت في الثلاثين من ديسمبر من بين هذه البيانات بيان للاتحاد الأوروبي في السودان والذي ندد بهذه الحادثة واستنكر كل الأشكال التضييغة التي مورست على الصحفيين وعلى الإعلام السفارة الأمريكية بالخرطم أيضا نددت بمقتل خمسة من المتظاهرين وأدانة التضييغة الذي حدث على الإعلاميين وأيضا مكتب الأطباء الموحد أيضا أدانة هذه الأحداث مطالبا بالتحقيقات حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة إذن هناك موجة من التنديدات الرافضة بما حدث من أحداث صاحبة مليونية الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي مطالبين بالتدخل العاجل والتحقيقات القانونية العاجلة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث وحماية المدنيين الذين يخرجون في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم وعن مطالبهم التي يرونها مشروعة تنديدا بالاتفاق الذي أبرم بين البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي طريق أيضا مجلس السيادة السودانية استنكر أحداث العنف خلال هذه المظاهرات وأيضا طالب بالتحقيق هل من دعوات للتظاهرات مرة أخرى وكيف هو حال التظاهرات الآن وهل هناك معلومات عن مسار التحقيق أيضا في أحداث العنف التي أشار إليها مجلس السيادة السوداني؟ الحديث عن حدود الأفعال ما يزال مبكرا إذ إن خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي كان في الساعات الأولى من صبيحة اليوم إذن هذه التوجيهات التي أصدرها مجلس السيادة بضرورة التحقيق وتقصي هذه الأحداث ربما يكون من خلال الساعات القادمة له أصداء ولكن من خلال اللجان الشبابية اللجان المقاومة التي تدعو إلى تظاهرات مطلع العام 2022 الذي نحن فيه الآن وفي أول شهر يناير أنها لا تعنيها كل هذه القرارات بحسب اللجان وبأنهم واضون في التصعيد الذي وضعوا له جدولة جديدة تبتأ أو تبتدي منذ مطلع شهر يناير الذي نحن فيه شكرا جزيلا لك طارق ببكر مراسلنا كنت معنا من الخرطوم